اهلا بحضراتكم من جديد وفقر تريند التريند النهاردة تريند التريند معنا نشرح امور مهمة جدا خاصة بالدور الفاصل والحاسم في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم مباراة هامة جدا مباراة مصر والسنغال ويمكن في اليوم ده يوم الجمعة 25 مارس بتتلاهب خمس مباراة في نفس اليوم وحتى التوقيتات قريبة جدا ما بين المباراة وبعضها يعني مثلا لو بنتكلم على اولى المباراة هتكون مثلا مباراة الكاميرون او مباراة الكنغو الدموقراطية والمغرب حوالي الساعة خمسة بتوقيت القاهرة بعدها مباراة مالي وتونس الساعة سبعة بتوقيت القاهرة في نفس التوقيت الكاميرون وجزائر الساعة سبعة ايضا بتوقيت القاهرة مصر والسنغال وغيانا ونيجيريا تسعة ونص مساء بتوقيت القاهرة فهنا بنتكلم على خمس مباراة مطش الساعة خمسة مطشين الساعة سبعة مطشين الساعة تسعة ونص فبالتالي المباراة كلها في توقيت واحد فالحدث كله خلال الـ 48 ساعة القادمة على مطشاط الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم وحلم الشعوب الإفريقية كله بالتأكيد بلد بتتمنى أن يكون منتخبها في كأس العالم محفل دولي كبير جدا ويمكن هو من أهم المحافل الدولية والعالمية بعد الأولمبيات فبالتأكيد هيكون فيه إصبت واهتمام إعلام كبير جدا على مباراة يوم الجمعة وهي لقاءات الزهاب قبل لقاءات العودة هتتلعب يوم 29 مارس أيضا في نفس اليوم يوم الثلاث خمس مباراة والتوقيتات كلها متقربة من بعض طيب موقف الدور الفاصل إيه؟ يعني مثلا نفترض إحنا داخلين على مباراة مصر والسنغال والنتيجة في المباراتين قريبة من بعضها يعني مثلا مصر اتعدت مع السنغال 0-0 في القاهرة والسنغال ومصر في داكار يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله مثلا في الوقت الأصلي التسعين ديئة هيكون أيضا 0-0 هل يبقى فيه إكستراطايم هل يكون فيه رقالات جزاعة ترجحية؟ طيب لو لعبنا إكستراطايم لو منتخب مصر أحرز هدف والسنغال أحرزت هدف هنا الهدف خارج الأرض في الإكستراطايم بيتم التبارب هدفين ولا لا؟ فيه لايحة منظمة لقواعد الخاصة بتصفيات كأس العالم واللايحة دي يمكن الاتحاد الدولي وضحها قبل انطلاق مباراة التصفيات تحدد فيها كل شيء متعلق من أول المرحلة التمهيدية حتى مرحلة دور المجموعات وحتى المباراة الفصلة اللي بتتلعب سواء في لقاء زهاب وعودة أو حتى مباراة واحدة الليحة بتحدد وبيتقول إيه في البند رقم 20 المادة 10 بتحدد مرحلة النك أوت مرحلة خروج المغلوب أو مرحلة الخاسر وعدم المتآهل إلى مرحلة كأس العالم في قطر 2022 لو المباراة فوقتها الأصلي انتهت بالتعادل السلبي ومباراة الزهاب انتهت بالتعادل السلبي قدامك وعلى الشاشة يمكن دي الليحة المنظمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم زي ما قلت المادة رقم 20 أو المادة رقم 20 بند رقم 10 البند رقم 10 بيكلم على الفورمات بتاعة مرحلة النك أوت مرحلة خروج المغلوب مباشرة طيب لقاء الزهاب انتهى بالتعادل ولقاء العودة في الوقت الأصلي انتهى بالتعادل هنا لو التعادل سلبي وهناك تعادل إيجابي الهدف خارج الأرض بيتم احتسابه بهدفين طيب هل لو فيه تعادل سلبي في مباراة القاهرة وتعادل سلبي في مباراة العودة في السنغيال نروح للرقالات جزاعة ترجحية ولا نلعب إكسترا تايم لا نلعب إكسترا تايم وده أوبشن أو ده يعني نقطة إضافية للفريق اللي بيستضيف لقاء العودة على ما لعبه نلعب إكسترا تايم 30 دقيقة من شوطين كل شوط ربع ساعة طيب إذا حصل أي أهداف إيجابية في الإكسترا تايم هي جزء لا يتجزأ من الوقت الأصلي للمباراة وبالتالي 0-0 في مصر رحنا إكسترا تايم في السنغيال وكان لسه 0-0 وتعادلنا في الإكسترا تايم واحد واحد مصر مباشرة تتأهل إلى كأس العالة طيب لو فضل فيه تعادل سلبي نروح مباشرة لرقالات الجزاء الترجحية من نقطة الجزاء عشان تحدد المنتخب المتآهل إلى المرحلة القادمة وبالتالي دي القواعد المتعلقة بالمباراة الفصلة فبالتالي إذا انتهت المباراة الأولى هنا في مصر 0-0 بحدش يزعل أو يداي لسه عندك أكثر من فرصة في لقاء العودة والفرصة اللي عندك أنك ممكن تجيب هدف سواء في الوقت الأصلي أو الوقت الإضافي وهنا الهدف ساعتها يبقى هدف زهري لأن الهدف هيكون بهدفين ويديك أريحية أو فرصة أنك تتأهل إلى مرحلة الدور النهائي أو تتأهل إلى كأس العالم في قطر 2022 المباراة كلها